كان يا مكان في المدينة السعيدة كان الضفضع سكر يحب القفز عاليا وكان يحب أن يقوم بعمل حواجز في حديقة منزله ليقفز فوقها وفي كل مرة كان يجعل الحواجز أصعب وأعلى 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 ليقفز أعلى وأعلى وأعلى وفي يوم من الأيام بينما كان سكر جالس مع والده ووالدته وأخته كراملة كانت والدته تقرأ الجريدة وقالت لسكر يا سكر هل تعلم أن هناك مصابقة لقفز الحواجز؟ فقال سكر وابت 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 هذا رائع يا ماما ولكن علي أن أتدرب جيدا لأفوزة في هذه المسابقة وقرأ سكر بسرعة إلى الحديقة وبدأ بجمع الأحجار من جميع الأشكال والأعجام ووضعهم فوق بعضهم البعض حتى صنع جابلا من الحجارة واستعد سكر للقفز فقام بأغذ خطوات إلى الخلف وجرأ بسرعة بسرعة ليقفز فوق هذه الحجارة المرصوصة فوق بعدها ولكن خبط سكر في الحجارة لأنه لم يستطيع أن يقفز عاليا وسقطت الأحضار حوله وفوقه فقال سكر لقد أخذت مني هذه الحجارة وقتا طويلا لأجمعها ووقتا أطول لأرصها فوق بعضها البعض ولكن لا أستطيع أن أخفز عاليا سأحاول مرة أخرى وعندما قام سكر ليعيد ترتيب الحجارة فوق بعضها مرة أخرى وجد كاره ماتشو فسأله سكر مرحبا يا ماتشو هل يمكنني أن أساعدك؟ فقال ماتشو مرحبا يا سكر يا حبيبي أنا يا سكر أقوم بعمل فطير التفاح ولكن لم أحصد التفاح فهل تستطيع أن تساعدني؟ لأن التفاح فوق الشجرة وأنا يا ولدي لا أستطيع أن أقفز عاليا ففكر سكر قليلا لأنه كان على سكر أن يعيد ترتيب الحجارة على شكل جبل ليتدرب للمصابقة ولكن في نفس الوقت كان سكر يحب مساعدة جيرانه فقال سكر لنفسه حسنا سأساعد ماتشو ثم أتدرب وبالفعل أخذ سكر نفسا عميقا وثنى ركبتيه وقفز عاليا جدا ليصل لأعلى الشجرة ولكن وجد التفاح ليست كبيرة جدا بما يكفي فقفز مرة أخرى ولكن وجد التفاح صغيرة جدا فقفز مرة ثالثة ورابعة حتى وجد تفاحة رائعة وجميلة وحمراء ومناسبة لألذ وأجمل وأحلى فطير التفاح وأعطاها لماتشو فقال ماتشو شكرا يا سكر وسوف أحضر لك قضع من فطيرة التفاح لتتزوقها وفي اليوم التالي خرج سكر إلى الحديقة ليتدرب للمسابقة فوضع كرسيين ووضع فوقه مجموعة من أغصان الشجر ليقفز فوقهم كما أنه وضع الأحجار فوق بعضها لعمل جبل عالي ليتدرب ولكن عندما قفز سكر فوق أغصان الشجر سقط سكر وكسرت الأخشاب وقال سكر يا الله لازلت أحتاج للكثير والكثير والكثير من التدريب أنا غير مستعد للمسابقة وقام سكر ليتدرب مرة أخرى ولكنه وجد رأس جاره كينز ورقبته الطويلة فقال سكر مرحبا كينز مرحبا هل تريد مساعدة؟ فقال كينز سكر يا سكر أريد منك مساعدة يا سكر فالجوء حار حار والشمس حارقة حارقة جدا وأنا لا أستطيع أن أرتدي قبعتي بنفسي فهل سعتني يا سكر؟ ولكن كان على سكر أن يعيد وضع الأغصان ليتدرب للمسابقة ولكن كان سكر يحب مساعدة جيرانه فقال بالطبع يا كينز بالطبع سأساعدك فقفز سكر فوق رقبة كينز وحاول أن يحافظ على توازنه بينما كينز يحرك رأسه يمينا ويسارا باستمرار وحاول سكر وضع القبعة فوق رأس كينز فقال كينز لا 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 يا سكر القبعة لا تغطي وجهي من الشمس دعها أماما قليلا فوضعها سكر للأمام فقال كينز لا 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 الآن غطيت عيناي فأنا لا أراه دعها للخلف قليلا فوضعها سكر للخلف قليلا وبعد أن وضعها سكر كما يريدها كينز شكره كينز شكرا يا سكر شكرا أنك ساعدتني رغم أنك منشغل وفي اليوم التالي كان سكر عائدا من المدرسة وكان يفكر كيف سيتدرب اليوم كثيرا كثيرا ولن يسمح لأي أحد أبدا أبدا أن يعطله عن التدريب إلا أنه سمع صوت صديقته لوسي مياو 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 سكر سكر أحتاج مساعدتك يا سكر فأنا لا أستطيع أن أذهب وحدي من هذه الضفة من النهر إلى الضفة الأخرى هل ساعدتني يا سكر فنظر سكر حوله ليرى من يستطيع مساعدة لوسي غيره حتى يذهب ليتدرب ولكن لم يجد أحدا فقفز سكر من ورقة إلى أخرى حتى وصل إلى لوسي ليساعدها وعندما وصل البيت وكان يتناول الطعام مع عائلته وجدته والدته حزينا ولا يأكل فسألته ماذا بك يا سكر ماذا يشغل تفكيرك يا حبيبي فقال سكر بحز أعتقد يا ماما أنني لن أستطيع أن أشارك في المصابقة فأنا لم يكن لدي وقت ولم أتدرب بشكل كافي وأنا لا أريد أن أفشل في المصابقة فسألته والدته ولماذا يا حبيبي لم يكن لديك وقت لتتدرب فقال سكر لقد طلب مني أصدقائي ماتشو وكنز ولوسي أن أساعدهم فقالت والدته وكيف ساعدتهم كيف ساعدت ماتشو فقال سكر حاولت أن أساعده بأن أحضر له تفاحة من أعلى الشجرة وقفزت عاليا جدا 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 حتى حصلت له على تفاحة فقالت والدته عصنا هذا جيد وكيف ساعدت كنز فقال سكر لقد حاولت أن أتوازن فوق رقبته حتى أضع له القبعة فقالت والدته رائع وكيف ساعدت لوسي فقال سكر قفزت من ورقة شجر لورقة شجر لورقة شجر لأساعدها فقالت والدتهم إذن يا سكر أنت لم تضيع وقتك يا حبيبي فلقد كنت بالفعل تتدرب عندما تساعد الآخرين لأنك قفزت عاليا جدا جدا ونجحت في ذلك عندما وصلت إلى التفاح في أعلى الشجرة كما أنك تدربت على الحفاظ على اتزادك فوق رقبات كنز كما أنك تدربت على القبز من ورقة إلى ورقة إلى ورقة ونجحت في الوصول إلى لوسي إذن أنت تدربت كثيرا ولكن تدربت بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كنت تحاول التدرب عليها وأعتقد أنك الآن مستعد للمصابقة يا سكر ففكر سكر في كلام والدته وقال لنفسه همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى فعلا أنا تدربت وفي نفس الوقت ساعدت جيراني وأصدقائي وجاء وقت المسابقة وبدأت المسابقة وانطلق سكر وأصدقائه في المسابقة وكان عليهم أولا أن يقفزوا فوق الحواجز ويقفزوا من صخرة إلى أخرى إلى خط النهاية وفي نفس اليوم في وقت النوم كان سكر سعيد جدا على الرغم من أنه حصل على المركز الثاني في المسابقة وليس المركز الأول ولكنه كان سعيد وقرر أن في المرة القادمة سيحاول أن يتدرب أكثر وأكثر وأكثر حتى يكون في المركز الأول وبذلك يا أصدقاء نتعلم أن لا نتضايق عندما نساعد الآخرين عندما يحتاجوا لنا كن يمي كن